مرحباً عزيزي برج الحوت بشكل عام من القراءة أرى أنه في احتمال سوء فهم وأيضاً سوء تصرف من جانب الحبيب هو الذي أدى إلى الانفصال ولكن يحاول أن يرجع بأسرع وقت ويحاول أن يرتب أموره لمكركبة يرتب وضعه عشان هذه المرة إذا رجع لك أنت تقبل التغييرات التي حدثت وما ترجعون للمشكلة القديمة أول شيء سبب الفراق عندنا أميرة الأكواب الخماسيين أميرة الأخصان وستة الأكواب احتمال أنك اكتشفت سمعت وصلك كلام أو بطريقة ما عرفت أن هذا الحبيب لديه لحد الآن علاقة في الماضي أو علاقة ابتدت احتمال قبل أن ترتبطون لديه مسيجات وتواصل مع شخص ثاني خارج العلاقة احتمر أنه يكون فعلاً شخص من الماضي ولديه ذكريات معينة مع احتمال من أيام الجامعة زميل في العمل أي شيء ولكن بالنسبة لك أنت أنت انصدمت يا برج الحوت لأن أراك كنت كنت في مرحلة الحب وكنت في قوقعة الحب كنت ترى الشخص هذا جداً مثالي تراه يعني ملكك بكل فترة كنت تراه أن هذا الشخص مستحيل ليعمل هذه الأشياء بس اكتشفت أن لديه شخص ثاني ويتواصل مع شخص ثاني واحتمال أن هذا كان السبب الرئيسي للانفصال بينكم سبب التأخير في العودة أرى أن الحبيب استوعب وعرف سبب المشكلة ولكن التغيير بالنسبة له كان غير سهل كان صعب هذا الإنسان متعود على أنه دائماً يكون في شخص ثاني في الكواليس معاه في العلاقة بالإضافة إلى الشريك الأساسي يعني لو أنت كنت بالنسبة له الشريك الحبيب الأساسي دائماً يكون في شخص في الكواليس لو بحثت الزيادة دائماً تلاقي عنده أشخاص من مختلف الحياة ولكن هذا الحبيب استوعب أن هذا خطأ وأن هذا سبب الفراق وأن هذا السبب الذي يخلاكم تنفصلون عن بعض أرى أنه مدرك أن هذا الإسلوب لا يستطيع أن يتبع معاك ويفوز يعني هو في مرحلة ندم ولكن في نفس الوقت أدرك متأخراً أنه هذا الشيء الذي عمله ثمنه سيدفع غالياً وثمنه هو خسارتك فاكتشف هذا الشيء متأخر دفع الثمن متأخر والآن هو ندمان فيحاول أن يعرف بأي طريقة أخبارك بأي طريقة يتواصل معاك بأي طريقة هو أيضاً ألاقي أن هاي الفترة غير عن الندم اللي يمر فيه يحاول يكتشف أو يعرف أنت كيف عرفت عن وجود أشخاص طانين في حياته يحاول أكثر من الندم اللي عنده قاعد يحاول وهذا خبر غير جيد صراحة هو قاعد يحاول يعرف كيف في المرات الجاية يخبي الأشخاص الآخرين في حياته أفضل عشان أنت ما تكتشفهم لو صار فيه عودة ولكن هو يعرف على مستوى معين من الوعي يعرف أن هذا خطأ ويعرف أن هذا سبب الانفصال وسبب الخسارة وسبب ولكن بالنسبة له التغيير شوية صعب عزيزي برج الحوت مساعرك أنت نحو طاقتك اليوم ترابية أمير الخماسيات ستة خماسيات والعربة أرى أنك في هذه العلاقة بالذات يا برج الحوت أنت كنت في مرحلة بحث عن شريك في مرحلة بحث عن حبيب ارتباط سعادة أسرة شخص تبني معاه حياتك تبنون مع بعض تأسسون مع بعض فلما لقيتها قبل ما تكتشف هذه الأشياء طبعا لما لقيتها حسيت أن أنت ملكة الدنيا وصلت مرحلة جدا سعيد تظهر سعادتك للجميع وللآخرين للأصدقاء للأهل الناس كلهم يلاحظون أن فيك تغيير عندما كنتوا مع بعض وكنتوا في مرحلة الحب كان جدا تغيير جميل في حياتك فأنت هذا الشخص بالنسبالك هو سبب سعادتك هو الشخص اللي تشوف أنه ممكن عشانه توقف مرحلة البحث عن شريك وخلاص تستقر هنا يتوقف البحث بالنسبالك لأنك لقيت الشخص الذي تبحث عنه واحتمال أنه فعلا لقيته ولكن عنده بعض العادات السيئة من الماضي مشاعر الشريك نحوك ثمانية الأقصان ملكة ملكة الخماسيات والسيفين هذا الشخص ندمان لأنه تصرف بهذه الطريقة في الماضي ويعرف بأنه عدم اختياره وعدم قراره هو الذي قاد العلاقة لهذا المصير لأنه من البداية كان المفروض يختار أما حياة العلاقات المتعددة وأما الارتباط فيك عدم اختياره هو الذي وصل لهذه المرحلة هو يراك هذا الشخص جدا يحترمك ويحبك ويبالغ في تقديرك يعني إذا صح التعبير يعني أنت مشاعرك نحو أمير الخماسيات هو يراك كملكة الخماسيات إذا عنده أي مشكلة إذا مر بيوم سيء إذا صادتها ظروف صعبة شوي أول شخص يفكر يكلمه ويتحدث معاه عن يومه هو أنت عزيزي برج الحوت يعني هو يرا فيك الأمن والأمان الأم الحنان يراك يعني مثل حافظ أسراره فهو يريد بكل سرعة أن يرجع إلى حضنك يرجع الأمور إلى مجاريها هذا هو وهذا أنت يريد أن يرجع بسرعة إلى الوابع الذي كنتم فيه قبل أن تحدث هذه المشكلة نية نية في المستقبل عزيزي برج الحوت أربعة سيوف دف الحبيب الآن لأن لحد هذه المرحلة هو عارف أنه فعلا لم يتوصل إلى حل ولم يحدث تغيير جذري في نفسه من أجل أن يستطيع أن يرجع الألاقة إلى مجاريها فالذي إن شاء الله سيحدث في المستقبل أن هذا الشخص رح شوي ياخذ وقت أطول رح ياخذ بريك ينعزل عن الناس ينعزل عن الأشخاص اللي بالعادة يتكلم معهم يحتك فيهم يخرج معهم في المستقبل رح يكون منعزل ولكن إن عزاله لسبب مهم رح يحاول يحدث تغيير جذري في حياته التغيير اللي يخليه يستطيع أن يرجع لمقام حضرتك يا برج الحوت هو هذا التغيير الذي لازم يحدث هو يعرف أن هذا تغيير كبير شامل جذري فمن أجل هذا يحاول أنه حاليا ياخذ وقت يستجمع قوته عشان لما يرجع بعد الموت بعد مرحلة الموت كل شيء يرجع جديد مرحلة حياة جديدة فهو يريد أن يرجع كل شيء لا يرجع كل شيء سوري يريد أن يبتدي كل شيء على أرض جديدة خصبة معك فرح ياخذ وقته فكن صبور خطوات القادمة ثمانية سيوف ستة الأخصان النجمة أول شيء ثمانية سيوف رح أتحدث عنها احتمال أن أنت والحبيب احتمال كبير أن هذه الفترة لا تتواصلون أو تواصلكم يكون بشكل سطحي ورسمي احتمال أنك عملت لبلوك أو هو عمل لك بلوك هو يريد أن ينتهي ويخرج من هذه المرحلة ولكن شنو أقول لك لا يريد أن فقط يعالج المسألة معالجة سطحية يعني مثلا يعالج العوارض فقط يريد أن ينهي المشكلة من أساسها فإذا تأخر عنك لا تبتدي تقلق وتحاتي وتذعر هو يأخذ وقته لكي يفعل الأمور بطريقة صحيحة وينهي هذا الخلاف الذي بينك وبينك ما الذي يريده فعلا في المستقبل ستة الأخصان هي طاقة الانتصار طاقة الشخص الذي يحدث بانتصاره أمام الملأ مع مجموعة أشخاص هو المتوج هو الذي يفاز ويحتفل والنجمة طاقة تحقيق الأمنيات التشافي والتعافي أرى أن أول شيء بينك وبينه يعني بدون ما يعرف أحد ثاني أو ثالث فقط بينك وبينه هو رح يحاول بهدوء طريقة جدا سلسة يرجع الأمور إلى مجاريها رح يبتدي شوي شوي يدخل حياتك من جديد يبين لك أمنية معاك المستقبل اللي يشوفه معاك رح يكون سلس في طريقة دخول يعني ما رح يكون مندفع وقوي وعلى طول يتحدث في الماضي ويعتبر لا 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 أرى أن المرحلة القادمة مرحلة دخول سلس في حياتك من جديد يعني عشان أنت ما يكون لك ردة فعل قوية ضده فهو خايف فرح يجرب الأسلوب السلس الخفي شوي أنه يراضيك عشان في النهاية لما تستقر العلاقة لفترة من الزمن لما يحس أنها ثبتت واستقرت ورجعت لبعض وأنتو الحين أقوى من السادق هني رح يحاول يكون في نوع من الاستعراض يستعرضك أمام الناس احتمال يعرفك على الأصدقاء على المقربين مننا المحيطين الأهل يكون في خطبة رسمية ولكن فيها استعراض يستعرضك أنت يستعرض نجاحة معاك أمام الآخرين وخصوصا الأشخاص الذين كانوا معارضين للعلاقة آخر شيء رح أسحب كرت تبع The Hidden Realms نصيحة أخيرة لك عزيزي برج الحود أول كرت يسقط أو ينقلب أنا بالعادة أختاره وأقرأه نصيحة أخيرة لبرج الحود بشأن عودة تلحب بشأن عودة تلحب صنع أي شيء هو يعمل عليه مثل ما قلت لك المرحلة القادمة سوف تكون تعافي في الخفاء بينك وبين الحبيب يعني بدون ما يكون إعلان إشهار أظهار أننا رجعنا لبعض من أجل تقوية أصول العلاقة هذا الشخص يعمل عندما يكونون الناس نيام عندما يكونون الآخرين مشغولين بأمور ثانية يعمل بالسر على مواهبة على أحلام على طموحها فهذا يوافق هذه الكرد أنه يريد أن يعالج الأمور معك أولا بشكل شخصي عشان ترجعون أقوى من قبل وعندما قصة هذا الشخص هو شخص يعمل على صناعة الخواتم فيركز جدا على عمله يكون عمله مليء بالتفاصيل الدقيقة فيجب أن يكون جدا حرفيا متقنا لعمله فأول شيء يعمل في الخفاء مثل ما قلت لك أول خطوة لا تعتبر أن الحبيب مثلا لا يريد الاعتراف بك أمام الناس بالعكس اعتبرها فرصة لتقوية العلاقة المرحلة القادمة بعد التشافي والتعافي هي مرحلة الاستعراض أمام الآخرين وهو بالضبط الذي يخبرك يا صانع الخواتم بعد ما ينتهي من صنع الخاتم أو قطعة الجواهر المجوهرات التي يعمل عليها بعدها يعطيها أو يلبسها هو أو يستعرضها أو يعرضها للبيع الاستعراف الرسمي بالعلاقة أمام الناس أمام المقربين ستكون المرحلة التالية تقلق لا تجعل الشكوك تصاورك بسا أمام بسا أمام ترجمة نانسي قنقر